لكن نروح بقى لأخبار النادي الآلي النادي الآلي بالأمس متع كل المشاهدين والفري مبارح بدع في مباراة الإنتاج الحربي طبعاً الأداء الشوت الثاني كان أفضل كثيراً من الشوت الأول النادي مبارح فاز بأربعة أداف مقابل هدف لكن لو تشوفوا نتائج الآلي في الست مباراة اللي تلعبوا في الدوري طبعاً لسه فيه مباراة معجلة مع الزمالك لكن خلال الست مباراة النادي الآلي معدل تحديفه حوالي 14 هدف هدفين في الشوت الأول 12 هدف في الشوت الثاني وده الترجم في مباراة الأمس الأربع أهداف في الشوت الثاني هدف مميز قدامنا طبعاً ليه علي معلول بعد بينية مميزة جداً من والتر بوالية ننطلق بها حسين الشحات الكرة طبعاً راح يتلعي معلول وأحرز الهدف الأول ثم حسين الشحات هدف ولا أروع وهدف جاي في وقته بالنسبة ليه حسين الشحات بالأمس لأن حسين من اللعبة المميزة جداً لكن طبعاً هدف الأمس لدلائل إيجابية لازم الناس تبني عليها عشان عندنا لعيب مميز جداً محتاج وكل الفرقة محتاجة الثقة الكبيرة حسين بيستلم الكورة جوة الثمنتاشر وبيروه وبيسدد على يمين حارس فريق الانتاج الحربي اللي يحرز الهدف التاني الهدف التالت والهدف الرابع هو ماركة وليد سليمان لأن الهدف هنا مش هدف اعتياد أو هدف عادي لأ ده هدف ماركة مسجلة لأن الأهداف الكبيرة اللي زي دي ما بيحرزهاش إلا اللعيبة اللزوم ووصفات خاصة ماركة وليد سليمان تمريرة من أقصى اليمين من أقرم توفيق بتروح على الزاوية البعيدة لحارس مارمى فريق الانتاج الحربي وبيحرز وليد بعد نزوله بلحظات قليلة جداً ودي المباراة التانية على التوالي اللي وليد سليمان بيحرز فيها أهداف على أعلى مستوى بيشارك في مدة قليلة لكن انتاجه في الملعب بيدول لعيب كبير جداً وعلى المستوى النفسي بقى للفريق عندك أحد كباتن الفرقة وأحد العناصر الخبرة ولاعب من الزمن الجميل موجود على الدكة لكن بيلتزم وبيقدي وبينفذ اللي بتطلب منه ودي رسالة إيجابية ممكن توصل للعيبة حتى لو ممكن الصاعدين أو حتى اللعيبة العائدين من العارة إن في أمثلة إيجابية للعيبة كبيرة جداً بتدي دور معنوي أو بتدي دور نفسي إن هي بتلتزم وبتشتغل مع الجهاز الفني وبتنفذ اللي بتطلب منها وده ظهر بمشاركة وليد سليمان وده اللي أكد عليه مبارح بيتس ومسيماني في المطمر الصحفي لما حب يطلب من الإعلام أو الصحفيين اللي موجودين في المطمر اسألوني عن وليد سليمان اسألوني على مشاركة هذا النجم وألأ أتمنى أكون موجود في مصر بدري عن كده عشان أدرب وليد سليمان هو لسه صغير في السن لأن لعيب زوم ووصفات خاصة مش في الملعب بس داخل الملعب وخارج الملعب النهاردة كان فيه تدريب لأن الجهاز الفني فضل النهاردة يكون فيه مران استشفائي لكل اللاعبين وغداً هيكون راحة سلبية غداً الخميس راحة سلبية ويوم الجمعة إن شاء الله هيكون استنافل التدريبات خاصةً أن فيه مباراة يوم الحد مع فريق البنك الأهلي في الأسكندرية فبالتأكيد هيكون فيه استعدادات بعد الراحة السلبية غداً النهاردة على هامش المران كان فيه جلسة خاصة ما بين بيتس ومسيماني مع مراوان محسن مراوان طبعاً كان أوصيب بفيروس كورونا لكن الحمد لله شوفي من هذا الفيروس وتعافى لكن طبعاً بيبقى فيه برنامج تأهيلي لأي لعيب بيعود من إصابة فيروس كورونا عشان يبدأ يجهز ويدخل فيه التدريبات الجمعية والنهاردة بيتس ومسيماني عقد جلسة مع مراوان محسن ومهم جداً إن انت تشتغل مع كل اللاعبين في الفترة الحالية وده ظهر حتى في التغييرات بالأمس وانت جاسبان بأربعة أهداف بتشارك بمحمد هان عشان تديله جزء جرعة من المباريات رامي ربيعة بيرجع للتدريبات والمباريات سعد سامير في المباراة السابقة دخل وخد جزء من المباريات فده شيء طيب جداً وزكاء من بيتس ومسيماني في التعامل النفسي والفني والبدني مع اللاعبين جلسة ما بين بيتس ومسيماني وجهازه المعاون خلال الفترة الحالية طبعاً الجلسة بالنسبة للتحضير للمطشاط الجاية عندك مباراة مع البنك الأهلي في استاد المكسب الأسكندرية يوم الحد الجاي ساعة خمسة مساء إن شاء الله فلازم تحضر مع الجهاز المعاون خطة المرحلة اللي جاية محمود وحيد ده كان عنده إصابة طفيفة خلال الفترة لأخيرك الحمد لله تعافى منها وشارك في التدريبات الجماعية والسلية الحمد لله انتظم فيه انمران الجماعي بعد غيابه لفترة تقترب من حوالي ثلاث أسابيع أو أقصر يعني قليلاً بسبب فيروس كورونا وابتعاده عن التدريبات الجماعية ومراوان محسن بيقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية ولكن بعد أن يستكمل برنامجه التأهلي في نقطة عايز أأكد عليها لأن البعض لغاية اللحظة دي لسه بيتس موسماني هل فرض اسلوبه هل طريقة لعب هل قدر يستوعب أو قدر يشتغل مع الفريق ونقدر نقول خلاص نقدر نقيم المدير الفني مدير الفني للنادي الأهلي بيتس موسماني حائز مع الأهلي على دوري أبطال إفريقيا لعب ثلاثة مباريات فاصلة مع الوداد ومع الزمالك وفاز بالثلاثة مباريات بنسبة تهديف عليها فاز بكأس مصر ست مباريات فيه الدوري خمس انتصارات الحمد لله نمسك الخشب لم يخسر أي مباراة منذ أن تولق القيادة الفنية للنادي الأهلي بيتس موسماني بصامات واضحة واللي عايز يقرى الملعب بشكل كويس ويحل الفن جيد علان المدرب بصامات واضحة في الملعب سواء في بداية الهجمة سواء في الضغط الأمامي سواء في التمريرات البينية اللي بتحصل بعدد من اللاعبين وفي عدد الميس باص القليل جدا في المباريات الأخيرة وفي التنوع في التشكيلة الأساسية وفي تغيير طريقة اللاعب حسب الفرق اللي ممكن تواجهها فبالتالي مدرب قدير والنهاردة لو تفتحوا صفحة كيك أوف الجنوب الإفريقية في تصرحات المدير الفني للمريخ السوداني بيقول فيها أنا سعيد بمواجهة الأهلي في بطولة إفريقيا لأن الأهل بيقودوا مدرب إفريقي على أعلى مستوى هو بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني